مرحبا بكم نستمر في محاضرتنا حول مادة القانون الدولي الاقتصادي كنا قد بدأنا حديثنا في الحلقة السابقة عن النظام أو مميزات النظام الاقتصادي الدولي الجديد وتحدثنا عن المطالبة في استقلال حقيقي للدول النامية ثم الاعتراف أو نضال دول النامية من أجل الاعتراف لها بتمثيلية حقيقية داخل المؤسسات المالية واليوم سنحاول أن نبحث في موضوع الوعي باللا مساواة في التنمية كما تعلمون أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد ما كان ليخدم مصالح الدول المتقدمة إن استطاعت الدول النامية فرضه على الساحة الدولية أو على العلاقات الاقتصادية الدولية إذن فقد سعت الدول الشمال منذ السبعينات وبالضبط منذ سنة 1974 إلى تجويف مطالب الدول النامية وإلى التسويف في تطبيق هذه المطالب ربحا للوقت وانتظام لما ستقول إليه العلاقات الاقتصادية الدولية والعلاقات الدولية وموازين قوى بصورة عامة وبالفعل هذا ما حدث بالتسويف والتجويف والمماطلة كما تعلمون أن النظام العالمي تحول منذ أواصل الثمانينات ثم انهار القطب الشيوعي الذي كان قد أحدث نوعا من التوازن على الساحة الدولية لمصلحة الدول النامية وهكذا فقد أثبتت مفاوضات توكيو لسنة 1969 ومفاوضات الأورغواي لسنة 1974 أن الدول المتقدمة هي التي في الواقع تضع قواعد التجارة في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية إذن فهذه المفاوضات التي تمت في توكيو وفي الأورغواي هي تلك المفاوضات التي تهم مفاوضات القات قبل أن تصير منظمة التجارة العالمية إذن ففي هذه المفاوضات وكما تعلمون أن المفاوضات داخل قات كانت هي مفاوضات الدول المتقدمة الرأسمالية بحيث أن الدول الشيوعية كانت مغيبة ولم تكن تشارك في هذه المفاوضات نظرا لأن الإديولوجيا الشراكية والشيوعية ما كانت تقبل بمبادئ السوق الحرة كما وضعتها أو وضعها النظام الرأسمالي الليبرالي إذن فحينما كانت تتم هذه المفاوضات فهي في الواقع كانت تتم مفاوضات بين دول متقدمة الرأسمالية وإن حضرتها بعض الدول النامية ذات الاتجاه الشيبهر أسمالي لأن الكلمة الأخيرة في الواقع كانت للكبار أي للفاعلين الحقيقيين في الاتجارة الدولية إذن فمفاوضات المفاوضات التي كانت تتم داخل القات هي حول التجارة الدولية هي في الحقيقة المفاوضات الحقيقية المتعلقة ببناء النظام الاقتصادي الدولي ونظام التجارة الدولية إذن فمنذ البداية كان هاجس الدول النامية هو الاعتراف لها بصورة قانونية بعدم مساواتها في التنمية مع الدول المصنعة هذه حقيقة لم يقبلها النظام الرأسمالي أو الدول الرأسمالية المتقدمة كانت تضع قواعد اللعبة الاقتصادية للكل دون ما تمييز بين المستويات الاقتصادية الموجودة على الصحة العالمية والاتجاه الذي كانت تسعى إليه هذه الدول النامية لاعتراف لها بعدم المساواة كان سيؤدي لو تم ذلك إلى نتائج تتمثل في ظهور أصناف خاصة بالدول النامية أو خاصة بتصنيف العالم بشكل عام ففي هذه الحالة يمكن أن نتصور أن يكون هناك تصنيف بين دول متقدمة تعارضها دول متخلفة ودول السوق وهي الدول الرأسمالية تعارضها دول السوق الموجهة أي الدول الشراكية والشيوعية والدول الشاطئية التي لها مصالح ليست بالضرورة هي مصالح الدول المغلقة أي التي ليس لها شاطئ ثم الهدف الذي كان الترمي إليه الدول النامية من أجل خلق هذا التمايز بين الدول هو في الأخير فرض قواعد للعبة فرض قواعد خاصة بهذا الصنف من الدول وقواعد خاصة بالصنف الآخر ليكون هناك تعاملا متمايزا بين الدول فيما يتعلق بالتجارة العالمية وفيما يتعلق بالاقتصاد باللعبة الاقتصادية ككل إذن هذا هو الهدف الذي كانت تسعى إليه وهو خلق تعددية في القواعد الاقتصادية الدولية لكن الدول المتقدمة بطبيعة الحال لن يخدمها هذا لأن ذلك سيؤدي إلى ضياع مصالحها التي تستفيد من هذه الوضعية الموجودة أي وضعية التعامل النيد للنيد بغض النظر عن مستويات تقدم بين الدول وبطبيعة الحال هذا الأمر غير عادل لأنه يكرس علاقات غير متكافئة بين الدول لأن الدول المتقدمة تستطيع أن تنتج أكثر وأكثر وتستطيع أيضا أن تخفض تكلفة الإنتاج إلى أقصى حد بالاعتماد على الآلة في الإنتاج وتستطيع أيضا أن تنتج منتوج أحسن جودة مما تنتجه دول العالم التالي أي الدول المتخلفة وبالتالي فلن يكون هناك تكافؤ بين المنتوجات الواردة من مختلف الدول وبالتالي فستظل الدول المتقدمة هي المتحكمة في السوق الدولية وفي الاقتصاد العالمي إذن هكذا غير أن الواقع أثبت أن تقسيم المجتمع الدولي إلى أصناف خاصة بدأ يخفط وتقل أهميته مع بداية الثمانينات أي مع الفطور الذي طال المطالب الاقتصادية لدول الجنوب ومع التحولات التي بدأت تشهدها الساحة الدولية خصوصا مع أواسط الثمانينات من القرن الماضي ومع بداية انهيار المعسكر الاشتراكي إذن هاد هاد الفطور كان له أثر على المستوى القاعدي أي على مستوى القواعد القانونية الدولية التي تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية إذ سرعان ما هجرت دول العالم الثالث أي دول الجنوب جل مطالبها المتعلقة بتصنيف العالم إلى مجموعات اقتصادية متميزة ومختلفة وأصبح الكل مع أواخر الثمانينات يؤمن على مضض بطبيعة حال لأن الأمر كان أقوى من من حركة دول العالم الثالث في اتجاه دمقرة العلاقات الاقتصادية الدولية بعد انهيار معسكر الشراكي الحليف الذي ساند دول العالم الثالث لمدة طويلة ضد المعسكر الرأسمالي الغربي وبالتالي فالتصنيف الوحيد الذي كان له أثر هو ذلك الذي يميز بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة إذن فكان هذا هو التصنيف الذي انتصر في آخر هذه المعركة التي خاضتها دول العالم جنوب إلى حدود أواخر الثمانينات من القرن الماضي مع العلم أن مواضيع محدودة هي التي نالت حضها من ذلك كقانون الاستثمارات الأجنبية أو القانون المالي أو ما حدث في قانون صندوق النقد الدولي من تغيير لبعض مواده خصوصا تلك التي تعفي الدول النامية من ضمان قابلية عملتها للتداول والتحويل وقانون العلاقات التجارة الدولية الذي اتخذ بعض مصار آخر بعد تغيير اسم القات إلى منظمة التجارة العالمية إذن فمنذ بداية التسعينات بدأت منظمة منظمة التجارة العالمية تطبق بعض المبادئ في العلاقات التجارية بين الشمال والجنوب سعيا إلى خلق بعض المحابات فيما يتعلق بالتجارة العالمية خصوصا مع معسكر جنوب أي الدول النامية إذن مثلا من بين المبادئ المهمة التي اتخذتها منظمة التجارة العالمية في هذا الأساس أن عطلت مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالتجارة العالمية وكما تعلمون أن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ راصخ في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي بمعنى أن الدول تتعامل مع بعضها البعض بالصور التي تتعامل بها أيضا أو تعاملها بها بعض الدول سأفسر كيف بمعنى أن الدول مثلا أعطيكم مثال في هذا المجال الاقتصادي لنفرض أن دولة ما من دول العالم الثالث وضعت وضعت قيودا على السلع الوالدة إليها برفع برفع مستوى أو نسبة الضرائب المفروضة على تلك السلع إذن في القانون الدولي التقليدي والعلاقات الاقتصادية التقليدية كانت تبيح للدول الأخرى أن ترفع من قيمة ضرائبها ضد الدول أو ضد الصلع الوالدة من تلك الدول التي رفعت في الأول بقيمة ضرائبها هذا ما نسميه بالمعاملة بالمثل إذن فمنظمة التجارة العالمية أرادت من أجل إحداث نوع من توازن ونوع من تكافؤ بين في المجال التجاري بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة أنه في حالة ما إذا أرادت دولة متخلفة رفع قيمة أو نسبة ضرائبها على السلع الواردة من الدول المتقدمة ينبغي أن لا تعاملها تلك الدول بالمثل أي برفع قيمتها أيضاً كرد فعل على الإجراء الأول لماذا؟ لأنه في هذه الحالة حينما تكون العلاقة بين دولة متقدمة ودولة متخلفة هنا نكون بين علاقات غير متكافئة دولة دولة متقدمة لها الإمكانيات الضرورية لتطوير منتوجاتها للبحث عن أسواق جديدة من أجل تصريف منتوجاتها لها الإمكانيات من أجل تخفيض قيمة تكلفة منتوجاتها كل هذه الأمور لا تملكها الدول المتخلفة أو الدول النامية لذا فإذا ما أرادت دولة النامية متخلفة رفع قيمة ضرائبها على السلع الواردة من طرف الدول المتقدمة فهي تسعى من وراء هذا الإجراء إلى حماية ما تنتجه هي من المنافسة الغير المتكافئة التي يمكن أن تحدثها السلع الواردة من طرف الدول المتقدمة لهذا فعلى الدول المتقدمة أن تجتنب السلوك المعاملة بالمثل في مثل هذه الحالات لأن المعاملة بالمثل سيضر باقتصاديات وباتجارة الدول النامية لأنها لن تستطيع أبدا أن تنافس السلع الواردة من الدول المتقدمة إن أبقيت أبقيت أثمانها متساوية لأثمان نفس السلع التي تصنع في الدول النامية لهذا قامت منظمة التجارة العالمية بتبني هذا الإجراء أي تعطيل مبدأ المعاملة بالمثل حينما يتعلق الأمر بالتجارة بين الدول النامية والدول المتقدمة كما قامت أيضا منظمة التجارة العالمية بتعطيل أو عفو بالاحتفاظ بشرط الدولة الأكثر رعاية حينما يتعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة متقدمة ودولة متخلفة لشرح ما معنى شرط الدولة الأكثر هذا الشرط هو أحد مبادئ القانونية الدولية الراصخة والقديمة جدا وتعني ويعني هذا الشرط وهذا الشرط كان سائدا في جل الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت تبرم بين الدول خصوصا خلال قرن التاسع عشر في هذا التاريخ هذا الذي كثر الالتجاه إلى مبدأ الشرط الدولة الأكثر رعاية يعني يعني أن الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة للأطراف التي كانت تبرم في تلك الفترة كانت تشمل هذا الشرط تعني أي تنص على أن العلاقة بين الدولتين يحكم بها شرط الدولة الأكثر رعاية وحينما نجد النص على هذا الشرط في إحدى المعادات الثنائية أو المتعددة الأطراف فهذا يعني غالبا كان يتم في المعادات الثنائية هذا يعني أن كل امتياز يمنح من طرف إحدى الدولتين لدولة ثالثة ستستفيد منه إحدى الدولتين أوتوماتيكيا سأفسر أكثر لنفرض أن اتفاقية تم إبرامها بين المغرب وفرنسا وضمت هذا الشرط أي شرط الدولة الأكثر رعاية بمعنى أن الدولة دولة فرنسا ودولة المغرب ستستفيد من مميزات أو من نتائج شرط الدولة الأكثر رعاية حينما تبرم إحداهما اتفاقية تعطي امتيازات لدولة أخرى ويبلجيكا مثلا فحينما مثلا يقوم بعد سريان مفعول اتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا ويأتي المغرب فيما بعد ويبرم اتفاقية بينه وبين بلجيكا مثلا ويمنح امتيازا جديدا لبلجيكا لم يمنح لفرنسا في ظل الاتفاقية السابقة اذا فبناء على مبدأ الشرط الاكثر رعاية ستصير فرنسا مستفيدة بشكل تلقائي واتوماتيكي مما منحه المغرب لبلجيكا والعكس ايضا صحيح اذا قامت فرنسا ومنحت نفس الامتياز او لبلجيكا فالمغرب سيستفيد بصورة تلقائية من ذلك الامتياز دون ما ابرام معادة اخرى للنص على ذلك اذا هذا معنا تبني اتفاقية او منظمة التجارة العالمية لشرط الدولة الاكثر عاية وفي هذا الاطار هذا الشرط لم يكن عاما كان فقط متعلقا بعلاقة الدول النامية مع الدول المتقدمة ففي ظل العلاقات ثنائية مثلا بين دولة متقدمة ودولة متخلفة فشرط الدولة الاكثر رعاية ستستفيد منه احدى الدول المتخلفة التي دخلت في علاقات اتفاقية مع دولة متقدمة وقامت هذه الدولة الاخيرة بمنح امتيازات لدولة اخرى اذا فهذه الدولة المتخلفة ستستفيد بشرط الدولة الاكثر رعاية كما فسرته في مثال المغرب فرنسا بلجيكا اذا هذا اتجاه في الواقع ان تم الاحتفاظ عليه وتطبيقه بشكل صحيح بطبيعة الحال ستستفيد منه دول العالم الثالث ايضا بشكل مهم ومفيد لاقتصادياتها اذا فهذا الشرط من اجل تجاوزه او هذه الامتيازات التي تبنتها القات ومنظمة التجارة العالمية فيما بعدها ثم احتى الكنيسات قد تبنى هذين المبدأين غير ان الدول المتقدمة من اجل التحايل على هذه المبادئ التي تم الاتفاق عليها في من طرف المنظمات التي ذكرنا اي القات ومنظمة التجارة العالمية والكنيسات اذا تحايلت الدول المتقدمة وجوفت تلك المبادئ عن طريق تخفيض او حدف قيمة الحقوق الجمهورية في تعاملها فيما بينها اعطيكم مثال لنفرض ان فرنسا والمغرب ابرم اتفاقية وهذه اتجارية وهذه الاتفاقية نصت على شرط الاكثر رعاية فرنسا فرنسا من اجل ان تجوف وتجعل هذا الشرط غير دي جدوى مثلا قامت ب بحجف كل ضرائب او كل الحقوق الجمهورية في تعاملها مع شركائها الاقتصاديين في اوروبا مثلا اذا فحينما تقوم فرنسا مثلا بتحرير اقتصادها مع دول الاتحاد اوروبي تكون قد جوفت ذلك الشرط الذي يلزمها مع المغرب وتصير دول اخرى متقدمة مثل المانيا او بلجيكا او هولندا تستفيد بل واكثر من من تجارتها مع فرنسا بحجف كل الحقوق الجمهورية اذا فبهذه الطريقة تم التحايل على شرط المعاملة بالمثل وعلى شرط الدولة الاكثر رعاية عن طريق تحرير الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية بحجف كل الضرائب المتعلقة بالتصدير والاستيراد كسبيل من اجل تجويف بعض القرارات التي اتخذت في المنظمات الدولية التي سبق ذكرها مثل منظمة التجارة العالمية والكنيسة اذا كما تلاحظون انه في اخر المطاف ان كل النضالات التي خاضت هذه العالم الثالث منذ سنة 1974 حين تأسيس مجموعة 77 داخل الجمعية العامة من اجل دمقرة العلاقات الاقتصادية والتجارة الدولية ومن اجل ادخال نوع من العدالة والانصاف في هذه العلاقات قد تم تجاوزها كنتيجة للتحولات التي طرأت على الساحة الدولية خصوصا بعد انهيار المعسكر الشيوعي واتحاد العالم في ايديولوجية واحدة وهي ايديولوجيا رأسمالية الليبيرالية وهذه الرأسمالية كما تعلمون او هذه ايديولوجيا او يحكمها نظام السوق ونظام السوق له مخرجاته تجعل كل قرار او اتفاق او مبدأ اتخذ يحد من حرية السوق يمكن تجاوزه عن طريق التحايل بشتى الطرق كما سبق انذكرنا